العنوان أن أخوتنا وأهلنا وأحبابنا الأكراد في الجزيرة السورية ابتليوا بعصابات قنديل بنفس الابتلاء الذي ابتلي به أشقائهم العرب السنة في المنطقة الشرقية بداعش تماما نفس الصورة يعني نحن ابتلينا بداعش والأخوة الأكراد ابتليوا بإصابات قنديل هذا العنوان يعني هل هي معركة قومية كردية عربية البعض يريد تصويرها هكذا يا سيدي لا تمتلا للقومية ولا للعروب ولا للوطن بصلة كل ما في الأمر أن أمريكا أرادت أن تمسك هذه البقعة من الأرض بمن تمسكها تمسكها بأناس يعني يعملون تحت يدها دون أن يقولوا لها لا أو لماذا فيعني على حد تعبير رحمه الله الشهيد صدام حسين شهيد الأمة العربية عندما قال في إسرائيل خمس مخبطين فجلبت أمريكا خمس مخبطين من جبال قنديل وسلمتهم وأقامت لهم كيان في الجزيرة السورية في ثلاث محافظات تعد مساحتها أكثر من ربع مساحة سورية وتعد خيراتها أكثر من نصف خيرات سورية يعني أكثر من النصف ولا أريد أن أبالغ وأقول ثلاثة أربع خيرات سورية موجودة في الجزيرة السورية لكن هكذا اقتضى الأمر بالنسبة للأمريكان هم أرادوا الإمساك بالأرض ووجدوا هذه القوة اليوم انتهى دور الإمساك بالأرض يعني إذا أردت أن نتابع أستاذ علاء سنشرح هذه لكن البعض يعني ربما يقول أنه طيب ألا تتحمل هذه العشاء العربية يا سعاد العقيد المسؤولية من خلال تحالفها وحتى رضوخها لهذه الميليشيات المسمى قسد أنا كنت أحد الأشخاص الذين تشاور معهم أبناء هذه العشائر عندما بدأت قسد تمتد باتجاه شاطئ الفرات طبعا الشاطئ الأيسر هل نقاوم قسد؟ كانت أمريكا تدعم قسد بقوة وتريد تثبيتها بأي طريقة فنصحت أن يعني لا تستسلموا ولا تقاوموا بشكل واضح سوف تقلبكم أمريكا إلى دواعش وسوف يعني تمسح أرض الجزيرة من المكون العربي كاملا لذلك يعني تصرفوا بحكمه وكان ذلك يعني حموا مراعيهم وأغنامهم وإلى آخره يعني بالحد الأدنى من التفاهم مع قوات قسد وقوات قسد أيضا هي تعرف نفسها أنها ليست يعني صاحبة الإمكانية القادرة على مواجهة هذه العشائر إذا قامت بوجههم الآن اختلفت الصورة تماما السؤال الكبير أمريكا ماذا تريد؟ أمريكا وضعت ثقلها كاملا اليوم في محيط منطقة الشرق الأوسط وخاصة في منطقة الخليج والعراق والسورية يعني البوارج والعراق خليني قبل أمريكا ماذا تريد؟ يعني أفهم منك أنه ما كان في مجال في السابق لقتال داعش إلا تحت الخيار الذي فرضته أمريكا بالقوة وهو قسد؟ والله يجتد على يعني قد نؤخذ بهذا الكلام من كثيرين لكن إذا أردنا أن نكون واقعيين هناك نظام عالمي هناك نظام عالمي يحكم هذا العالم ونحن جزء بالرغم من صغرنا أو كبرنا كلنا إجزاء في هذا النظام هذا النظام تتربع على رأسه القطب الأوحد أمريكا منذ أول يوم لإنهيار الاتحاد السوفيتي وانفرادها بقيادة هذا النظام العالمي لذلك يعني أنت تريد من عشائر وهذا الكلام الذي طرحته أنا على أبنائنا وأخوتنا وعمامنا من العشائر يعني تريد من هذه العشائر بإمكانياتها البسيطة أن تقوم طيران أمريكا وقد رأت يعني ماذا فعلت بالرقة وماذا فعل طيران التحالف في باقي المدن السورية لمجرد الشك ولمجرد أنه والله نريد أن نحارب الإرهاب لا هي ما هدت الطريق بهذه الحالة لذلك كان لابد من سلوك طريق يعني بس خلينا أفهمها منك بشكل صريح المعادلة الأمريكية يعني كانت بالنسبة للعشائر العربية منذ البداية إما بتقاتلوا تحت لواء قسد وإما من دعشنكم لا تقاتل تحت لواء قسد هي يعني لم تطلب من العشائر أو تجبرهم على القتال يعني أنا أقول لك أيضا وأنا كنت جزء من هذه المفاوضات بين مغاوير الثورة التي أصبح اسمها الآن جيش سورية الحرة في التنف والأمريكان يعني عرضوا بنقل القوات مغاوير الثورة إلى الجزيرة السورية للعمل مع قسد لكن الخلاف حصل بأن مغاوير الثورة وكل العنصر العربي يعني وافق على انتقال مغاوير الثورة وأبدأ استعداده للانضمام والقتال معهم ضد داعش إنما ليس تحت جناح وراية قسد الأمريكان عندها أصروا أن من يريد أن يقاتل في الجزيرة لابد له أن يقاتل تحت راية قسد ومن هنا حصل الخلاف ولم تتقدم مغاوير الثورة إلى الجزيرة السورية وبالتالي لم يتقدم أحد من العشائر للقتال وانفردت قسد بيئة جزيرة السورية إلى أن أصبحت قسد تتكلم بطريقة إلى اليوم تتكلم بطريقة من هو يعني صاحب دولة في هذا المكان وهو صاحب الأرض وله دستوره وله قوانينه ويبسط نفوذه على من يشاء وفي الاتجاه الذي يريده وعلى الأماكن التي يختارها وكل من في هذه الجزيرة هو طوع إشارته حتى الآن عندما ترى التصريحات الصادرة عن قسد قسد لا تزال بمن يعني قسد سيطرت على الجزيرة هل سيطرت قسد على الجزيرة بـ 12% من المقاتلين المنضمين من أبناء الأكراد إلى جانب قوات قسد 80% هو من العنصر العربي المتطوعين الذين اضطرهم الظرف إلى أن يتطوعوا مع قسد ليحموا أهلهم وأغنامهم وحلالهم المهم لا تزال قسد حتى اليوم تسوق لأنها هي دولة والآخرة وأن هناك يعني مسلحين وعصابات تصبغ عليهم صبغة العصابات ويعني تريد أن تقترب بهم إلى مواصفات داعش يخرجون عن طاعة هذه الدولة وهذه الدولة التي هي قسد تريد تطويعهم ويعادتهم إلى رايتها والهدوء تحت قيادتها علما بأن قسد الآن تركز ومن يتابع الإعلام إعلام الصادر والتصريحات الصادرة عن قادة قسد يصرحون دائما على الشكل التالي وتابعوا شريط الأخبار في أي محطة فضائية تريدونها صرح قائد مشؤول في قسد أو مصدر مشؤول أو مصدر قيادي من قوات سوريا الديمقراطية بأن التحالف يدعم قوات سوريا الديمقراطية أنا اتصلت بأحد الذين صاحوا لأنه أنا أعرف من الذي صرح وقلت له نعم أنت نشيت كلمة واحدة فقط أنت تقول التحالف يدعم قوات سوريا الديمقراطية أنا أقول لك نشيت كلمة التحالف كان يدعم قوات سوريا الديمقراطية هذه نشيتها وأذكرك أنا لماذا أقول وأؤكد أنه كان يدعم ترجمة نانسي قنقر